الحقيقة ان محمد صلاح النهاردة احنا حاسنا ان ده فعلا محمد صلاح سنلعيف في العالم هو ده محمد صلاح اللي نعرفه هو ده محمد صلاح اللي بنحبه هو ده محمد صلاح اللي بيساعدنا محمد صلاح يمكن من بداية البطولة ما شفناش تأثير كبير عليه ممكن يكون بسبب شوية تغيير طريقة اللعب يعني انت برضو ضد نيجيريا محمد صلاح ملعبش في المكان اللي هو الجناح الايمن المكان اللي متعودين على تعلقه عليه وانه هو افضل جناح ايمن في العالم لا لعب في العمق ومصطفى محمد هو اللي كان بيتحرك على الجناح بعد كده يمكن سجل صحيح ضد غينيا بساو لكن ما كانتش افضل مبارياته وضد السودان نفس الشكل ضد كود دفوار يعني صحيح الراجل كان افضل بكتير ضد كود دفوار لكن انا حضرت المطش من هناك بقول لكم النهاردة ملعب جابومة كانت حاجة صعبة جدا يعني ارضية سيئة قوي بس النهاردة حاسيني ان محمد صلاح وده محمد صلاح بتاع ليفربول محمد صلاح سجل جول التعادل بعد متابعة ممتازة جدا 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 لرقصية محمد عبد المنعم اللي بالنسبة لي هو اكتشاف البطولة ومن نجوم قلوس كيروش وبعد كده بطريقته بقى المعتادة التمويه اللي احنا كلنا عارفين وبنشوفه كل اسبوع في الدهوري الانجليزي شفناه بقى المرة دي منتخب مصر علشان تريزيجي سجل جول الفوز فالحقيقة ان محمد صلاح النهاردة هو ده محمد صلاح الحقيقة اللي احنا مستنيين ان احنا نشوفه وهو ده محمد صلاح اللي احنا عايزين نشوفه مع منتخب مصر دايما وهو ده محمد صلاح اللي يعمل لنا الفرق فيعني نتمنى ان الماتش الجاي ماتش الكاميرو انحنا يبقى محتاجين تاني نفس الاداء من محمد صلاح نتمنى ان كل حاجة كل الظروف طريقة اللعب الملعب زميله كل حاجة تساعده ان هو يدينا الفرق لان في النهاية في ناس ما بتبقاش مدركة قيمة محمد صلاح لمنتخب مصر انت بتتكلم عن واحد من افضل اللعيبة في العالم يعني مش بس التأثير اللي بيدفولك تأثير عادي مش فكرة عرضية مش فكرة باس عادي لا انت محتاج لمسة فعلا تقول ليه انت الراجل ده بيعمل لك انت الفرق معادي ترجمة نانسي قنقر